السلام عليكم كي دايرين لباس عليكم كانت من اي وحدة تشوف هاد الفيديو تكون لاباس كانت من اي وحدة شفت هاد الفيديو تشترك القانا ديالي اه ويام عدنا الصباح تابعت قريبا هاد الحفر جديا الصباح اه فقط فطرنا الحمدلله فطرت ولداتي ويما عدت شوية الدار ويبخرتها ميمنى كي عجبني صراحة كتعجبني صراحة ريحت البخور اه اصافي هنا يا بخرت البخور اه ما عرفتش صراحة مع الطيرات مع الطيرات الجو كتجيني مكت ريحة ديالهم كتبقاش ولا انا ما كنا عرفش نختار ما صراحة ما عرفتش ميمن كن ندير البخور كتعجبني البخور اه ما احتفاش كنخرج مثلا برا وفاش نجي داخل البخور كنشمري حزوين ريح كتبقه اه 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 واحد شي ما يكتب اه اه ما يهنا يقلت إن شاء الله ربي اه ينصايب بايلا اه اه لقيت بزاف ديال حاجة تناقصيني دكشي عليش جيد للسوق باش ناخد دكشي الي ناقصني كنجيل هايز البلاسة حيث تعجبني صراحة كبيرة و كنلقى فيها اي حاجة بل كنلقى بزاف الحاجات ديال المغرب حال دقيق الفينو و كسكسو مو يمتزاف بزاف ديال الحاجات ديال المغرب صافي جيت هنا تقديد ذك الشي اللي خاصني و ان شاء الله يربي نمشي نساوب طايلة و هنتم معايا بابا 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 هذه بنت تيتا هي كتهدار معكم كتسلم عليكم بابا 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 sie بابا سوف نأخذ بعض الروز أول شيء نغطره جيد ونضوزه في بعض الزيت ومن بعد هذا المحار نغليه قليلا لكي يفتح ونجعل الحبات تصايمين ونحيضه لنحظه ونحظه لدي الكلاقمار عندما نشعره ونزل ونضوز جيد ونصف لنحظه لأنه لا يضح ونحظه ونحجبني وصافي قلت نديرها اليوم الغداء صافي كنشحر ذك الحوت مع شوية ديال الملحة و شوية ديال البزار من بعد كنزيد عليهم الفلفلة الوين هنا درت الحمراء و صفراء شوية ديال جلبانة كنزيد معهم وحد البصيلة اللي كنشحرتها مزيان من قبل بتهية في زويزة صافي في العطرية كندير الملحة البزار الخرقوم شوية ديال البتحميرة و كندير زعفران شعرة اللي عندي مرقد و كندير واحد المعلقة ديال المطيشة ديال الحك كان حك واحد دريس ولا جوج دريسات ديال التومة صافي هاد شي اللي كندير و كنخلي ذك شي تشحر و من بعد كنزيد الروز و كان مرق و صافي و كان مرق و صافي و كان مرق و صافي حaires اشتركوا في القناة 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 ونقدروا نديروا اي حاجة بطار وكنعرفوا اشنو كنناكلوا وكنعرفوا اشنو بيها وصافي صراحة رجلي عجباته وتقانع عجباتني في صراحة لكن والدي معرفش علش ما بغاش يأكلها اصلا وجدي ونسي يأكلش الحوت من النار اللي كانت وقفات ليه واحد الشوكة وجرحاته بزاف من عمقه لكننا غادا نبيه الصبيب مهم دبا فاشتي يشوف الحوت يقول لي يا دي دي عنقر صافي ولت عنده عقدم الحوت صافي كلينا الحمد لله وقلنا نمشي والبحر معدبة رجلي عطلة صافي خرجنا هنا قبل بعد مصر وصلنا للبحر بجنب البحر بخلنا لها تلقى هوا مع كانت الحرارة بالثيف قضينا واحد العاصر هنا يا صافي وهذه انا سوف نسلم عليكم بقى فيه الحال صراحة حيت مجبت شي حاجة نعوم بيها وكان شوف وكان شوف الناس كي عموذك شي صراحة عرفت وكت دورت نبكي بقى فيه الحال بالثيف قلت ان شاء الله مش مشكلة المرة الجاية وندخل نعوم ما بغيتش صراحة ندخل نعوم بالكتوة ما يملي انها بيضة وكان خافز ما خفت نفذك وتفقت بيه اللي اياه ولا شي حاجة وما فيه كلت مرة اخرى ان شاء الله هنا هنا يا الظروف يا شمس يا سلام سلام عليكم شكرا